إذن أهلا بكم مشاهدين إلى فقرة الحوار الأسبوعية لهذه الحلقة والتي يسعدني أن أصدف إليها كلا من السيد يوسف الغربي عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وكذا إلى جانبي السيدة أم البنين الحلو عن الفريق الدستوري بذات المجلس إذن دعني أبدأ معك السيد الغربي بناء على التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية والزيارة الملكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما تمخذ عنها من نتائج إيجابية وعلى رأسها دعم واشنطن لمقترح الحكم الداتي بأقليمنا الجنوبية يعني كيف ممكن استثمار هذا المعطى في مستقبل الأيام حكومة وبرلمان ومجتمع مدني شكرا على الاستضافة أولا أريد أن أؤكد بداية أن القرارات الأساسية للدول العظمى هي قرارات لا تبنى على المزاج تبنى على التكاء على رصيد من المعطيات دقيق يتصل بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بالتحولات الأساسية التي تقع في البلدان ومن ثم أعتقد أن الفاعل السياسي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التقط بشكل دقيق التحولات التي تقع في المغرب وهي تحولات تنظيف اتجاه تكريس الديمقراطية دولة الحق وحقوق الإنسان ونستحضر هنا الدستور الجديد والتحولات التي رافقت ومن ثم فهذه المعطيات كانت حاضرة لدى هذا المراقب الدولي وبالنظر إلى المعطيات الجيوسياسية المحيطة بالمغرب بمتمثلة فيما يقع في الساحل والسحراء أدرى القرار لم يكن إلا هذا التصريح الذي قامت بالولايات المتحدة الأمريكية في حق المقترح المغربي ليس إلا تأكيدا لمعطى يأتي تتويجا لمصار من التحولات الإيجابية التي تقع في بلادنا إذن أنتقل إليك سيدة أم البنين وأربط هذا التساؤل الذي ألطرحته على سيد الغربي بتطورات هذا الملف يعني سيد عبد الإله بن كراء رئيس الحكومة كان حاضرا خلال جلسة الأسئلة الشهرية ماذا لمسوا في خطاب سيد رئيس الحكومة بناء على هذه التطورات بمعنى هل الحكومة تسير في طريق صائب خلال معالجة هذا الملف شكرا أولا لابد أن نعترف بأن جلالة الملك خطوة مهمة في هذه الزيارة للولايات المتحدة ولا بد أن نذكر بأن الخطاب سيد رئيس الحكومة كان خطاب شامل على القضية الوطنية ككل ولكن خطاب عمومي يعني ده تشخيص للوضعية دي الملف دي الصحرة منذ البداية إلى الآن وهذا الشخص هو في الحقيقة معروف عرفنا التطورات اللي دازت في هذا الملف في المغرب وشنو قطع المغرب من تطورات من حقوق الإنسان من دستور جديد من المنظومة من الديموقعاتية هذا كله نحن عرفينه وهذا صارده سيد رئيس الحكومة ولكن أهم من ذلك أنا اللي تلقى بأن هذه الحصة كانت جد مفيدة لأن لا المعارضة ولا الأغلبية أدلوا بأفكار ومعلومات قيمة يمكن الحكومة تستلهم منها المخطط ديالها المستقبالي بيش تواجه هذا الخصوم بيش تواجه هذا الخصوم وهذا الملف على دوء هالتطورات والتحولات الجديدة في المنطقة يعني في جملة سيد غير بقبل أن نمر إلى نقطة أخرى يعني تقييم لهذه الجلسة الشهرية هي جلسة عبرت عن الإجمع الوطني بشكل واضح وجلسة كان فيها تحول نوعي في طرح الإشكالات بالصراحة المطلوبة من أجل تجاوز الاختلالات وأعتقد أنها ستكون تأسيسا لمرحلة جديدة خاصة بعد الخطب الملكي الذي أشار إلى أن هذه القضية ليست قضية الملك وحده بل هي قضية المغاربة كل جميعهم بما فيهم برلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات وهيئات نمر إلى نقطة أخرى مهمة يعني مرتبطة بهذا الملف وهي متعلقة بمسألة حقوق الإنسان خصوم وحدتنا الترابية ما فاتوا يستغلوا هذه النقطة لمناوشتنا كيف يمكن زيادة من تأمين جبهتنا الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من شمال المملكة إلى جنوبها؟ أولاً لابد أن أعطي هنا معطى أساسي وهو من 1992 حتى 2013 تقارير الأممية 40 تقارير يتعلق بالصحراء فهذا 40 تقارير حتى 2006 عاد برزات المسألة حقوق الإنسان المغرب في 2007 حتى المقترح حتى الحكم الذاتي في 2008 بدأوا الخصوم دينا في محاولة جديدة يحاولون استثمار هذا المعطى نحن في المغرب منذ مدة ليست باليسيرة يعني مضينا أشواطاً مهمة في مجال حقوق الإنسان نذكر كمحطة أساسية الإنصاف والمصالحة الذي شامل ملفات تتعلق بمنطقة الصحراء نذكر تحولات مجموعة من الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان إلى غير ذلك هذا المصار يجب أن يعمق أن يجدر في المغرب لتجاوز بعض الهينات وبعض الاختلالات التي تطال هذا الملف ولكنها في المحصلة ليست داد دلالة بالنظر إلى مجمل ما يقع في الوطن ولكن هنا أريد أن أشير إلى أن قضية حقوق الإنسان ليست قضية متصلة بصحراء المغرب أو بجنوبه هي قضية متصلة بعموم المملكة بعموم الوطن بشماله وجنوبه ونحن ماضون في هذا الاتجاه إن شاء الله للمزيد من تكريس تقافة حقوق الإنسان سلوكا وممارستا وفعلا وهنا أشير فقط لتأكيد هناك الفصل 54 الذي تحدث عن وضع استراتيجية الأمنية يجب أن نمضي في هذا الاتجاه وإنشاء إحداث الهيئة العليا متعلقة بهذا الأمر من أجل ضبط جميع التجاوزات التي يمكن أن ينتقع وأنبه إلى أن أحيانا الحبة تدر منها قبة يعني تكون شيء مسألتائها وشاردة ولكن يبني عليها الخصوم بآلتهم الإعلامية الجهنمية المدعومة أشياء كثيرة وبضدها تتميز الأشياء إذا قارننا وضعية حقوق الإنسان ببلادنا بوضعية البلدان التي بجوارنا نجد أنها وضعية جيدة ولكن نحن مع ذلك نتحدث عن ما نأمل أن نكونه لا ما هو كائل ارتباطا بهذه النقطة سيد أم البنين الخاصة بحقوق الإنسان يعني هناك عدد من المنظمة الدولية النشطة في هذا المجال تعد تقارير كيدية تجاه المغرب بالنسبة لكم كبرلمانيين مثلا كمجتمع مدني كيف يمكن اختراق هذه المنظمات وإيصال حقائق إليها يعني هناك نقوله أولا وقبل كل شيء بأن المنظومة الحقوقية في المغرب ما بدأتش مع هالدستور مع التحولات الجيوغرافيك اللي كي ندبها في المنطقة جيوغرافية اللي كي ندبها في المنطقة ولكن بدأت مع الدستور المغرب 92 عندما كان هناك الدستور يعترف بحقوق الإنسان كما هي متحرف عليها ونحن نعرف بأن الديمقراطية كتكون من اللي كتنزل تدريجيا كتكون هي اللي كتبت كتكون تابتة يعني عندها أصول تابتة وفي المغرب هذه المنظومة الحقوقية مشات بخوطة تابتة وتدريجية إلى أن وصلنا إلى دستور 2011 المنظمة الدولية الآن المشكلة اللي وقع يجب في المغرب أن نعمق الديمقراطية في المغرب ودور دي المجتمع المدني لأن شنو وقع في الدول الأوروبية راه الدول الأوروبية الحكومات ديالها بما فيها الحكومات ديالهم يعني معترفين بأن المغرب تقدم في هذا النظام دي الحقوق الإنسان تقدم فيه تعترفوا به واعترفوا بأن الحكم الداتي هو جدي ودو مصدقية ولكن اللي وقعه ما عندهم منظمات حقوقية دي المجتمع المدني وهناك لوبيات وهناك يعني مجموعة الضغط وهي اللي كتدغط في هذا الاتجاه والخصوم ديالنا هم اللي كيدعموهم باش كيدغطوا في هذا الاتجاه إذا إحنا شنو خاصة إحنا إحنا تحنا تدعيم المجتمع المدني وتدعيم الفعاليات المجتمعية باش تقوم بهذا الدور ديالها اللي كتقوم به موازات مع ديبلوماتية رسمية يعني السلغربي رصيباتا بهذه النقطة في السياسة العالمية الديبلوماسية كيف ممكن تعامل مع هذه المنظمات أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أشيرها لنقطتين الأولى تتعلق بأن في مجال حقوق الإنسان نحن يجب أن ننضبط للمعايير الدولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن ينضبط لأن ننشئه وأن نحدثه وأن يتم تسيره وفق المعايير المقررة الدولية المسألة الثانية المتعلقة المغرب الآن في اتجاه التوقيع يجب أن يتجه إلى التوقيع على البروتوكول المتعلق بمحاربة التعذيب بشكل نهائي بهذه الأشكال العملية السلوكية من طرف الدولة المغربية سنعطي المؤشرات الحقيقية المؤكدة لواقع الملموس على تطور حقوق الإنسان ولكن نزيدها تمتينا أما بخصوص ما يتعلق بالديبلوماسية والأدوار التي يجب أن تقوم بها لا بعيدا عن الأدوار فقط نتكلم على هذه المنظمات التي تعد هذا التقارير الكيدي يعني كيف ممكن أن نتعامل معه هل هناك سبيل مثلا لاختراقها مثلا علما أنها مثلا تتلقى أموال تتلقى مجموعة من الأشياء هناك مستويا المستوى المتعلق بالدولة وطرق الرصدها لهذه يعني الطرق محاولة الالتفاف على موظفين معينين يعني تفوحوا من بعد تقارير رائحة النفط إلى آخره يعني اسمه هذا الرصد يجب أن يقوم وهو كائن كائن بأشكال معين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والهيئات الموازية والديبلوماسية البرلمانية أيضا يجب أن تختارق هذه الجذور بالاتصالات خاصة بالدول التي تعادي وحدتنا الترابية يجب أن نقوم نحن كديبلوماسية موازية بالاتصال بهذه الدول بهذه الأحزاب بهذه الهيئات بالمنتظمات الدولية نتعبعد الهيئات السياسية لكي نختارق هذا المجال ونكشف بعض الألعاب التي تستطيع إذن سلغربين أمر إلى نقطة ديبلوماسية البرلمانية كيف هو حل ديبلوماسية البرلمانية هل تقوم بمهمها على المستوى الخارجي كما يجب خاصة أن جلالة الملك محمد السادس وخلال الفتتاح هذه الدورة الخريفية يعني طالبكم بإعداد مخطط جديد للعمل أولا صحيح كفاءة وفعالية صح يعني اسمي تؤكد فعلا أن الخطة استراتيجية التي وضعها المجلس والتي تحدث عنها رئيس مجلس النواب في الندول الخمسينية فيها فعلا مجال يتعلق بتأهيل عمل البرلمانيين بما يمكنهم بالقيام بالأدوار الطلائعية في المجال الديبلوماسي هذه مسألة أولى المسألة الثانية وهي أن الهيئات السياسية داخل البرلمان يجب بدورها أن تتطالع بعملية تأهيل برلمانيها لقيام بأدوار طلائعية في هذا المجال بمعنى من قوش نحمل دائما المسؤولية غير رسمية عملية التقف الداتي عملية تأهيل السياسي داخل الهيئات السياسية يجب أن تكون حاصلة إذا أردنا لديبلوماسيتنا أن تتطور المسألة الثالثة هو التنسيق والتناغم مع الدبلوماسية الرسمية وقد سبق أن طرحنا سؤالا على السيد وزير الخارجية ووعدنا في إجابته وكان الرد الأول على أول سؤال نطرح عليه أنه سيمضي في التجانة عن مزيد من التنسيق خاصة أن سلفه قد بدأ هذه المبادرة في اتصالات مع المكتب ولذلك نحن مطمئنون إلى المصار خاصة مع نخاب جديدة في البرلمان ضخت دماء جديدة في العمل السياسي بشكل نعم وأعتقد أن هذه الأدوار إن شاء الله ستتأكد من خلال الاتصالات وأؤكد لك أن في الاتصالات التي نجريها في الخارج في إطار العمل الدبلوماسي بدأ الناس يقتنعون بأن هذه نخاب جديدة بدماء جديدة وهذا سيؤتي أكله إن شاء الله بعد حين ننتقل إليك سيد أم لبانين تقييم لهذه الدبلوماسية البرلمانية فقط أضيف تساؤل هل سبق لكم أنه كان هناك تصالات مثلا مع أحزاب جزائرية مع البرلمان مثل الجزائري لتفعيل هذا التواصل معلما أن الجزائر هي طرف أساسي في هذا الصراع المفتعل يعني نحن نقول بأن الدبلوماسية البرلمانية هي مهمة ومكملة للدبلوماسية الرسمية مع الأسف الدبلوماسية البرلمانية دينا ما زال ما خادتش اتجاه دينا صحيح ونحن نعرف بأن في هذا المشكل في هذا الخصوم دينا يستعملوا كثيرا في الدول الأوروبية الدبلوماسية البرلمانية لضرب المغرب في قضيات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة نحن نعرف بأن الدبلوماسية رسمية هي تابعة للحكومات ونحن قلنا بأن الحكم الداتية معترف به وأن المغرب ده جهود وكي يعترفوا بها ولكن الدبلوماسية البرلمانية ديال الدول الأوروبية والأمريكية هي تابعة لجموعات الضغط وكي يجرهم لهذا الاتجاه ضد ضد المغرب مع الأسف نحن نعرف الدبلوماسية البرلمانية ديال الجزائر ما عناش مع اتصال ما عناش مع اتصال لمسلنا البرلمانية الأحزاب هناك لم يسبق لكم ما عناش نحن نطلق هم رافضون أم لم تقموا بالمحاولة لا نحن دبا نقولوا بأن الدبلوماسية البرلمانية المغربية اللي دبا اللي دبا غادي ديروا خطة هم غادي ديروا خطة لها الدبلوماسية البرلمانية لكي تكون فعالة هي خصى تكون فيها في هذه الاتجاه ولكن دعني أقول بأن في الجزائر الدبلوماسية البرلمانية تابعة للدبلوماسية الرسمية لا يوجد فرق بخلاف في أوروبا كان هناك خلاف الدبلوماسية البرلمانية لا تابع ننتقل إلى آخر نقطة سيد الغربيل المسألة المتعلقة بالمعطايا المرتبطة بملف صحراء المغربية بعد نواب يشتكون من شح هذه المعطايا خلال تواصلهم مع الأطراف الخارجية هل فعلا موجود هذا الخلل؟ فقط إشارة بسيطة علاقة بالموضوع السابق هو بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية نحن لسنا مكملين لهذه الدبلوماسية نحن في علاقة اتصال وانفصال وصل وفصل مع تمايز في الأدوار وإلا سنكون نسخة مكرورة طبعا التناغم مطلوب ولكن أدوار الدبلوماسية البرلمانية يجب أن تتطالع بأدوار جرية من مثل ما أشرتم إليه الاتصال بأحزاب وهيئات في بعض الدول التي تعادي المغرب وأؤكد لك أنه في إطار الاتصالات الفرضية بعناصر من هيئات سياسية داخل الدولة التي أشرت إليها الجزائر الجزائر وداخل دول معادية سمية نجد تفهوما لهؤلاء الناس بل أكثر من ذلك في الجالية الجزائرية نفسها في الخارج في الغرب مثلا يقال لنا دائما هذا أمر لا دخل لنا نحن فيه المواطنون ولم نستشار فيه بمعنى هناك شعوب تدعى إلى المنازلة ولا تدعى إلى المجالسة لكي لا تستشاروا في هذا الأمر أما بخصوص ما أشرتم إليه النقطة المتعلقة بالمعطاية المتعلقة بالمعطاية شوح المعلومات أكيد اليوم نحن أمام يعني دقيقة دقيقة لأن الوقت أكيد أننا اليوم نحن أمام دستور جديد هذا الدستور ينص على قانون المعلومة لكن دعني أقول لك قبل صدور هذا القانون هناك في أمور الدبلوماسية أمور نستطيع أن نحصل عليها الحد الأدنى والكافي يجب أن يكون عندنا كسياسيين وكبرلمانيين ولكن هناك قضايا ستبقى في الضل لأن سر دولة يجب في بعض الأمور يجب أن يبقى وهذا موجود في جميع دول العالم وإلا ما كنا نسمع عن وثائق تخرج بعد عشر سنوات وعشرين سنة إلى آخر النقطة المسعلقة بالمعلومات بهذا الملف لا بدنا نقول أن أن الدبلوماسية والمززية والمجتمعية والمواطنة لابد من الاستفادة لم يكن لديها مشابقة لم يكن لديها مشابقة كنش نشتغلو والخطاب الملكي الأخير رأى قال بالحرف بأن القضية الوطنية مش قضية ملكة قضية الجميع وقضية المواطن إذن المواطن خصوة تحمل المسؤولية دياله إحنا كنحمل المواطن المسؤولية دياله في إطار ديبلوماسية المواطنة ديبلوماسية المواطنة ولهذا كيخ سلا بدأت تكون عندها آلية الاشتغال للمعلومات في هذا الإطار نختم هذه النقطة المتعلقة بالديبلوماسية المواطنة وسنحاول أن نعود إلى هذا الموضوع في حلقتنا المقبلة إذن سيوسف الغربي عن فريق العدلة وتنمية شكرا جزيلا على تلبية الدعوة المعطاية التي تقدمت بها والشكر موصولا أيضا إلى السيدة أم الباني الحلو عن الفريق الدستوري ومعطايتها القيمة